من الجزيرة مباشر مصر دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي تجري داخل سجن العزولي الحربي وفي بيان لها تحت عنوان أبو غريب مصر أوضحت المنظمة أن العزولي هو أحد السجون الحربية السرية بالإسماعيلية وتابع للجيش الثاني الميداني وتديره القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأشار البيان إلى أن احتجاز المدنيين في هذا السجن أمر مخالف للقانون كونه مخصصا لسجن ضباط وجنود القوات المسلحة المتهمين وفق القانون العسكري وأورد البيان شهادات حية لمعتقلين صادقين تؤكد تعرضهم للتعذيب البشع داخل السجن بوسائل من بينها الصاق بالكهرباء وسكب الماء والزيت المغلي والاعتداءات الجنسية فضلا عن حوادث قتل خارج إطار القانون